تربية حيث بأت محاولات وزارة التربية الوطنية في استدراك الدروس الضائعة خلال العطلة بأت بالفشل بعد أن عجز الاساتذة في تعويض ما فات ما دفع بالكنابست عفواً إلى تكيد بأن العتبة لا مفر منها رادية بنهاباتج استدراك فاشل للدروس في الأسبوع الأول من العطلة المدرسية وما اعترفت به نقابة النابست التي كانت قد شلت المؤسسات التربوية لشهر من الزمن انتهى بعد مفاوضات ماراتونية مع الوزارة لتحمل النقاب مسؤولية فشل الاستدراك كاملاً للوصايا الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الثاني من العطلة يمكن أن نقول بأنه لم يستغل في استدراك أو تعويض الدروس عدم إعطاء ممتدين وزارة التربية الوطنية أهمية للأمر وعدم إعطائهم سبغة رسمية بالتفاوض مع النقابة المضربة وبإعداد رزنامة رسمية لذلك هذا الأمر أفشل العملية وجعل الأساتذة يلجأون وفقط إلى التكفل النفسي والبداغوجي بالتلاميذ تمديد السنة الدراسية إلى منتصف شهر ماي وهو الآخر لن يكون حلاً لاستدراك الدروس الضائعة وهو ما دفع بالكناب باست إلى تبني في الأيام القليلة المقبلة مطلب العتبة العتبة ضرورية هناك دخول مدرسي كان متدرد خصوصاً في ولاية الجنوب هناك الظروف الطبيعية في فصل الشتاء هناك أحداث عين صالح وكذا العدرات لأن هناك على عديد من الأسباب الممكن أوصلنا إلى هذا الوضع نقبة الكنوب باست التي كانت سبباً في تأخر الدروس هي اليوم تريد أن تجسد العتبة في تحدي آخر للوزارة الوصية التي أعلنت عدم وجود عتبة هذا الموسم ترجمة نانسي قنقر